أخواني وأخواتي عشر ذي الحجة مناخ عظيم لاستنبات الخيرات وللابتعاد عن المعاصي والمنكرات فالواجب على المسلم الذي ألف معصية أو وقع في ذنب من الذنوب أن يستثمر هذه الأيام بالتقرب إلى الله جل وعلا وأن يتوب إليه مما سلف وكان من الذنوب وأن يجعلها نقطة انطلاق للصلح مع الله جل وعلا بتعاهد الفرائض والواجبات وبالابتعاد عن المعاصي والمنكرات اشتركوا في القناة